طيب عندنا نموذج من النموذج المهمة جدا في التعليم من أنظمة التعليم في مصر وهي القوميات مدارس القوميات هذه المدارس هي نوعية فريدة ونوعية لها إدارة خاصة بوزارة التربية والتعليم وهذه المدارس يعني تحديدا يمكن بعد سنة 52 المدرسة الوحيدة اللي بنيت من الأساس أنها مدرسة قومية أو تتبع للقوميات هي المدارسة القومية بستة أكتوبر أو مدارس ستة أكتوبر القومية كما يطلق عليه دي عملت حفلة السنة دي في ذكرى الناصر ستة أكتوبر وكان الاحتفال بتاعها بحضور المستشار العسكري وتقريبا كمحافظة للجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الأساس خالد حجازي ومديرة الإدارة التعليمية الدكتورة ناجو عبد المعطي وطبعا وآخرين في الحقيقة الاحتفالية كانت منظمة كانت فيها نوع من الأبداع اللي لفت نظر المستشار العسكري الموضوع لم ينتهي عند الحفلة أو عند الاحتفال لا الراجل حط الموضوع في دماغه العقيد المحترم محمد عبدالهادي المستشار العسكري للجيزة مش مجرد حفلة وقاسنا عليها لا قرر انه يكرم الناس اللي عملوا هذه الاحتفالية واللي نجحوا في هذا الأداء فقام بزيارة المدرسة أو المدارس القومية بستة أكتوبر وهنا أرد حالك صور حالة لهذه الزيارة لتكريم الناس اللي نجحت في تنظيم احتفالية انتصار 6 أكتوبر لهذا العام في الحقيقة الأستاذ حاتم عبدالفتاح مدير المدرسة كان في استقبال المستشار العسكري وأيضا بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الدكتور خالد حجازي أستاذ خالد حجازي والدكتور بدوي علام رئيس مجلس أماني الجيزة والأستاذة أو الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير الإدارة زي ما أحاق شايفين ده الأستاذ خالد حجازي والأستاذ حاتم تقريم أستاذ حاتم والدكتور بدوي والدكتورة نجوى وقادي العقيد محمد عبدالهادي المستشار العسكري للجيزة في حضور الأستاذ حاتم عبدالفتاح والدكتورة نجوى عبد المعطي أثناء تخديمه لشهادات التقدير وتكريم المدرسين والأخصائين الذين قاموا بتنظيمة زي الاحتفالية في الحقيقة لو اتكلمنا عن هذا الرجل الدقوب دائما دائما ما تجده شعلة نشاط العقيد محمد عبدالهادي دائما ما تجده لماحا دائما ما تجده حركي ومش مجرد مكتب وخلاص لا بالعكس الرجل على الأرض الواقع بين الناس مع الناس دائما بتلاقيه ولو نظرة دائما ما تكون فاقبة هذه الميزة يعني يمكن فيه فرق جبير جدا بين الناس اللي قاعدة في مكاتب وبتمارس شغلها من خلال مكاتب وبين الناس اللي بتمارس شغلها على الأرض الواقع العقيد محمد عبدالهادي من هذه النوعية فوجبت التحية لهذا الرجل واللمسة واللمحة اللي هو عملها اندلت على شيء إنما تدل على تأكيد كلامنا إن هذا الرجل ليس رجل عادي إنه لماح ويستطيع أن يميز بين الغث والثمين ودي على فكرة من مهارات القيادة بالمناسبة يعني وإحنا يمكن في برنامجنا قلمة إن إحنا بنشكر في حد يعني ورؤيتنا تكاد تكون نقدية إلى حد ما ولكن لما بنلاقي حاجة حلوة لازم نقول على الحاجة الحلوة إنها حاجة حلوة دي كانت الزيارة ودي طبعا المدرسة العريقة الجميلة اللي هيكون فيها تطوير في الفترة القادمة كمان وهنتابعوا مع حضراتكم في الحقيقة يعني لو إحنا مشينا بالنمط ده في الثناء على من يحسن وفي المقابل عقاب من يخطئ يمكن أن تنصلح العمليات التعليمية شكرا وتقدير تاني للمصر العسكري العقيد محمد عبدالهادي والأستاذ خالد حجازي وكيف وزارة التربية والتعليم بجيزة والأستاذة نجوة عبد المعطي والأستاذ حاتم عبد الفتاح وفريق العمل في القومية كان برضو هناك بعض يعني الإشكاليات قديما حتى يعني لا يقال أن هذا الكلام من سبيل السناء وفقط ولكن هذه المشاكل تم حلها في هذه المدرسة واستقرت الأمور وأضحط من المدارس التي ينبغي أن نحافظ عليها حط سطر كده تحت الكلمة دي يجب أن نحافظ عليها مش عايزين نفرط في مدارسنا بالذات الحكومي منها زي القوميات زي المدارس المتميزة زي المدارس الدولية محتاجين أن نحافظ عليها قوي ترجمة نانسي قنقر